يا عبادي ما أجيب كلما قال رسولي قوله نور وغادي واتباع لسبيري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد طاه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم العمل حتى نهاية الأجل أيها الأحبة إن الله عز وجل خلق الإنسان لعبادته قال جل وعلا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ولا شك أن العبادة بمختلف أنواعها وأصنافها من صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو أي أمر أمر الله عز وجل به هو نوع من أنواع العبادة ولا شك أن العمل الطبيعي الاعتيادي إذا صحح العبد فيه نيته وأراد به شيئاً أراده الله عز وجل فإن ذلك العمل يغدو عبادة يؤجر العبد عليها والعبد أرسله الله عز وجل إلى هذه الأرض واستعمره واستخلفه فيها ليعمر الكون وليقوم بما أمر الله عز وجل به قال جل وعلا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إلى آخر الآيات التي تدل بوضوح أن الله أرسل آدم ومن بعده من بنيه وجعلهم خلفاء عنه في الأرض ليعمروا هذا الكون فالعمل يجب أن يستمر من العبد حتى نهاية الأجل في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة أي غرسة مما يغرس في الأرض إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل قامت الساعة قامت القيامة ما قيمة الغرسة التي يغرسها الإنسان في ذلك الوقت وما هذا الإنسان الذي استمر في عمله حتى كان ممسكا بفسيلة وقد قامت القيامة إن الحديث واضح الدلالة يطلب فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم من المسلم أن يستمر في عمله حتى وإن عرف أن أجله سواء قيامة القيامة الكبرى على كل الناس أو قيامته هو بمعنى أنه سيموت أن يعمل حتى اللحظات الأخيرة من حياته لأنها نوع من أنواع العبادة أما المعنى الآخر فهو أن لا يعمل الإنسان فقط لنفسه بل أن يعمل للآخرين فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل هو سيموت والقيامة ستقوم ما معنى أن يغرسها لعل أحد يأتي بعده فيستفيد من تلك الغرسة يعرض للإنسان في حياته أو تعرض للإنسان في حياته مواقف كثيرة قد ينكمش فيها على نفسه وقد يصاب بالإحباط وقد يصيبه التشاؤم فينزوي وينكفئ على نفسه ويترك العمل وربما يذهب إلى ما يسمى بالرهبانية هذا الحديث الشريف وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد عليه أن يابن آدم اعمل وخصوصا إذا علمت بأن الله جل وعلا مطلع على عملك قال جل وعلا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فالعمل العمل والجد الجد ولا تترك من أوقاتك شيئا تستطيع أن تنجز به ما ينفعك أو ينفع غيرك من المسلمين وتتركه حتى لا يأتي يوم لا عمل فيه ولا تجارة ولا عبادة يوم لا ينفع إنسانا عمل إلا العمل الذي قدمه وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين يا عبادي ما أجيب كلما قال رسولي قوله نور وغادي واتباع لسبيل اشتركوا في القناة